19 ديسمبر الأحد الماضي الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة ديسمبر متابعة التقرير مع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة التاسع عشر من ديسمبر خرج السودانيون في مظاهرات هدفها الرئيس المثار الديمقراطي وسط تطورات عاصفة يشهدها الملعب السياسي ففي ذات التاريخ من العام 2018 انطلقت ثورة عارمة ضد النظام البشير في مدينة عطبرة قبل أن تتمدد سريعا إلى أنحاء البلاد الأخرى وتفلح بعد أن انحازلها الجيش في الـ 11 من أبريل لعام 2019 تنادى السودانيون لحراك جديد في ذكرى الثورة بعد أن جرى الإعلان عن مواكب سلمية تتجه نحو القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم اعتراضا على التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي من بينها الاتفاق السياسي المبرم بين رئيسي مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك ويشير مراقبون إلى أن السودان عاد إلى نقطة صفرية بعد أن حقق تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين على المستوى السياسي والاقتصادي والعدلي فقد تمكن السودان من كسر عزلة ثلاث عقود كانت مفروضة عليه بسبب سياسات النظام السابق وأعاد علاقاته مع المجتمع الدولي هذه السنوات الثلاث التي مرت بعد الثورة توجه السودان بالخروج من قائمة الدول الرعية للإرهاب ومكاسب اقتصادية تمثلت في إعفاء جزء من الديون الخارجية والحصول على التمويل من المؤسسات التنموية الدولية قبل أن تتوقف هذه المساعدات بسبب قرارات إقالة الحكومة وفرض الطوارئ وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية لكن على المستوى السياسي فقد تكونت كيانات وتجمعات سياسية قديمة جديدة لم تتفق على رؤية موحدة لكيفية إدارة البلاد أما على المستوى العدلي فما زالت كبر القضايا المرتبطة بالحركة السياسية قيد التحقيق والتقاضي تحركات الجيش السوداني التي بررها بتدهور الأوضاع في البلاد نتيجة تاخل الحادة بين القوى السياسية يعتقد البعض أنها أعادت البلاد لمربع الانتفاضة الأول بينما يعتبرها آخرون خطوة مهمة لتصحيح مسار الثورة وإكمال عملية الانتقال خاصة أنها أبقت على الوثيقة الدستورية لسنة والشعب السوداني بخير وإن شاء الله الذكرى القادمة يكون تحقق كثير لهذا الشعب فيه متغيرات كثيرة حصلت في ثلاثة سنوات قوى سياسية موحدة انقسمت وقوى مقسمة توحدت وقوى أخرى خارج المعترك السياسي بشكل كامل وقوى مسلحة عادت وقعت اتفاق سلام وقوى مسلحة أخرى ما زالت في الخارج تقلبات كثيرة لكن الثابت الوحيد هو الشارع قدرة الشارع على تنظيم نفسه على مدار السنوات الثلاثة الفاتو بدون ما يكون فيه جهة قادر أن تفرض رأيها أو وصايتها على هذا الشارع الشارع هو الثابت الوحيد في كل المعادلة السودانية على مدار الثلاثة سنوات الماضية والمتغيرات حوله مستمرة على مستوى القوى السياسية والمواقف الإقليمية ومواقف القوى الدولية قدرة الشارع حتى الآن على فرض سيطرته وقدرته ورغبته في حدوث تغيير حقيقي على المسار الديمقراطي والانتقال المدني للسودان ذا الثابت في هذه الثورة على مدار الثلاثة سنوات مطلوب من القوى السياسية المنظمة لكل هذه العملية دور إيجابي في هذه المرحلة تجاوز الخلافات الحزبية والانقسامات النظر للمصلحة الوطنية توحيد القوى الثورية القوى التي قادت أو كانت نتاج لنجاح ثورة ديثمبر مطلوب منها دور على مستوى كبير إذا كان على حرية والتغيير ألف أو با نتكلم على متغيرات كثيرة الحرية والتغيير أصبحوا اثنين القوى المسلحة وحركات المسلحة موجودة بتشهد بعض الخلافات كذلك يعني هما بمنأة عن هذه الخلافات حتى القوى المسلحة الحركات المسلحة ما بات يعرف بقوى الكفاح المسلحة هي نفسها بعد توقيع اتفاق السلام انقسمت وانشقت لمجموعات مختلفة الاتفاق السلام نفسه ما زال يتعثر بعد تجميد اتفاق شرق السودان واتفاق شرق السودان بالنسبة لبعض الموقعين على اتفاق جوبا جزء لا يتجزأ من الاتفاق بكلياته في المرحلة دي ومع استمرار الشارع في التعبير عن نفسه بحيوية وبتجديد مستمر وبشعارات وتختلف في المرحلة إلى أخرى لكن ثابتة ويسعى إلى تحول ديمقراطي حقيقي في السودان لم يتحقق حتى الآن بسبب التشاكس السياسي على مستوى المكون العسكري والمكون المدني وعلى مستوى المكونين في دواخلهم مكون العسكري أحيانا والمكون المدني أحيان كثير جدا نتمنى أنه في الفترة الجاية يكون فيه توافق وطني حقيقي لأن الخروج من الأزمة دي بيحتاج إلى إدراك وشعور بخطورة الوضع بالنسبة للسودان من القوى السياسية كلها الفاعلة في هذه المشهد المتفق حول دورا في هذه المرحلة القوى المكونة لإعلان الحرية والتغيير وحتى القوى خارج مظلة الحرية والتغيير بنحتاج إلى قوى سياسية حقيقية الغايب الرئيس في البلد حتى الآن وجود قوى وقيادة سياسية قادرة على إخراج البلد من أزمته الأزمة في السودان الآن هي أزمة قيادة قيادة سياسية قادرة إنها تساعد السودانيين اللي بيطلعوا بالملايين باستمرار للتعبير عن وجودهم وعن رغبتهم في التحول ديمقراطي مدني حقيقي في هذا البلد مطلوب من هذه القوى إنها تتحمل مسؤولية الحقيقية وإلا البلد ستكون ماشي في سيناريوهات مختلفة بمجملة ستكون القوى السياسية خارج الحسابات بشكل كامل نتمنى أن هذه القوى تتدارك الأمر سريعا ويتم التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية بطريقة تضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني بين المكونات المختلفة أشكركم على حسن المتابعة يمكن دائما براسلة البرنامج على رقم الواتساب أو على وسائل التواصل المختلفة يمكن التواصل المباشر عبر عمار شلاء على تويتر انستجرام فيسبوك السلام عليكم ورحمة الله